السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبات وطالبات الصف الرابع اللي ابتدائي موعدنا النهاردة ان شاء الله تعالى محل ملحق كتاب المعاصرة عشرين تلات وعشرين بيج ناينتي فور نبدأ باسم الاسمبل تيست نمبر ثري نمبر وان listen and write true or false نمبر وان we should save electricity طبعا احنا يجب علينا ان احنا نوفر الكهرباء الكلام ده ترو صحيح نمبر تو اه turn on the lights طبعا احنا نشغل الانوار او نضيع الانوار when you leave the room عندما نغادر الغرفة الكلام ده false number three use natural light at night ان احنا نستخدم الضوء الطبيعي بالليل اه طبعا الكلام ده طبعا false number four unplug the computer if you use it يعني نفس المقبس او الفيشة لما نستخدم الكمبيوتر الكلام ده false طبعا number two read and complete the the text with the word is in the books طبعا نقرا ونكمل طبعا الناص باستخدام الكلماته في الصندوق عندي germination اللي عمليت الامبات عندي طبعا flowers الزهور tomatoes اللي الطماطم roots جزور عندي tomatoes have seeds inside يعني تحتوي البذور على بذور بالداخل we can take the seeds and grow the space new space طبعا احنا كمان نحنا نغد البذور دي ونزرعها new tomatoes يعني طماطم جديدة يبقى number one tomatoes we plant a seed احنا بنزرع البذرة and the plant grows when نبات بينمو that is cold هذه او تلكها تسمى عملية germination اللي عملية الامبات يبقى number two germination we water the plant every day يعني احنا بنروي النبات كل يوم and the space grow under the soil طبعا اللي بينمو تحت او اسفل الطربة هي الروتس الجزور يبقى number three roots the plant grows flowers and the flowers become tomatoes fruits يعني بيقول لك النبات بينمو ظهور and the flowers والظهور become طبعا بتصبح او بتكون tomatoes fruits يعني طبعا ثمار طماطم number two read and match a with b number one this is the socket يعني هذا بيقول المقبس طبعا the electrician is fixing يعني الكهربائي يصلحه number two we take coal يعني احنا بناخد الفحم oil طبعا النفط and gas والغاز طبعا بناخدهم from the air the airs من الارض يبقى number two be a number three horses like two is طبعا الاحصنة بتحب الاحصنة بتحب بتاكل طبعا eat grass يعني بتاكل العشب يبقى number three be number three be a number three be a يبقى هنا horses like to eat grass number four i take a shower يحنا احنا بناخدها طبعا بنستحم طبعا in the bathroom في الحمام يبقى number four be d عندي طبعا number four read the tickets answer and answer the question نقرأ النص طبعا ونجاوب عن الاسئلة when dalia was a baby لما داليا كانت صغيرة في السنة طفلة رضيعة she played with blocks كان بتلعب بالوحدات او بالمكعبات she put one block on top and on top of another يعني واحد فوق قمة الثاني الاخر يعني بتحط بناية فوق واحدة يعني مربع او مكعب فوق واحدة فوق واحدة when she was older لما كابرت she started making things بدأت في صناعة الاشياء she made a little house for her dog and a bead for her sister's doll طبعا هي صنعة منزل صغير لكلب طبعا hair dog لكلبها وسرير صغير لليمين لعبت او دمية اختها الصغيرة she always carried a tape measure هي طبعا كانت دائما بتحمل اه شريط قياس and a pencil وقلم رصاص you can call dali. يمكنك نتكلم داليا او تتصل بها when you want to change something in your in your house يعني يمكنك نتكلم داليا when you want لما تريد to change it غير something in your house في منذلك page 95 to the correct answer from abc order number one داليا always carried a space طبعا داليا دائما ما كانت بتحمل طبعا tape measure اللي هو شريط قياس number two the tixt talks about. النص يتحدس عن داليا طبعا داليا يبقى number b اللي جابة الصحيح number b answer the following question do you think داليا هل تعتقني داليا in the future of the future can you work or can work يمكنها العمل as a ca an electrician or an architect ca مهندسة معمارية طبعا yes i think so مثلا. I think. Yes I think so. I think she can work. آآ يعني هي ممكنها تعمل as an architect. يعني كمهندسة معمارية لانها كانت دائما ما تحمل طبعا اللي هو شريط القياس وكان بتبني وحدات فوق بعضها. يبقى I think she can work as an electrician. آآ architect. يعني كمهندسة معمارية. number four what did Dalia make for her sister doll? يعني ماذا صنعت طبعا آآ داليا لمين للعبة أو الدمية الخاصة بأختها طبعا. هي صنعت لها طبعا سرير. she made a bid for her sisters doll. يعني صنعت طبعا سرير صغير للدمية الخاصة بأختها. آآ عزرا هنا في دول يبقى هنا الضبل آآ number four and five two the correct answer from a b c or d. a space works يعمل in the sea of the bahar or rivers will anhar. he catches a lot of fish. هو بيصطادل كثير بلا اسماك. يبقى طبعا fisherman اللي هو الصياد. مش teacher مدرس او معلم. plumber سباك. number two some birds have long space. they have. أو they used them to eat. هما بيستخدموهم عشان يكلوا بيهم. عندهم بيكس مناقير. منفعش طبعا. peas اللي هي الباس اللاء. pinz معنها اقلام جافة. يبقى طبعا some birds have long beaks. لديهم مناقير طويلة they use them to eat. استخدموهم عشان يكلوا. number three we need good. احنا محتياجين ايه جيد? to grow good plants عشان نزرع نبات جيد احنا محتاجين سيتس بزور. number four the the phoenix fox. phoenix fox is only twenty centimeter tall. it's the space fox. يعني سعلى بالفينك فقط طبعا طوله عشان سنتي. انه اصغر الثعالب. it's the. فينا ذا يبعى الصفة ذا it's the smallest fox. يبقى انه اصغر اه الثعالب. number five this space my father's tools. هذي ايبة عدد والدي. he uses them. هو باستخدهم to fix things. لصناعة الاوسري اللي في تصليح الاشياء. يبقى طبعا العدد جامعي يبقى نستخدم R. these are. طبعا زيز دي هؤلاء للجامع القريب. وبيأتي بعد منها R لان طبعا عندي العدد هنا جامع. these are my father's tools. he use them to fix things. number six punctuate the following. طبعا دائما ما نبدأ الجملة بحرف capital. ودي جملة خبرية مسبتة. بنضع فلسطل. يبقى اي capital وفي فلسطل. number seven write a paragraph of four sentences using the following guiding elements. باستخدام العناصر المساعدة. the farmer's job. يعني وظيفة الفلاح او المزارك. guiding words كلمات مساعدة. grow. ينمو او يذرع. فو طعام. وهنا agricultural habitat اللي هي البيئة الزراعية. ويت يأكل. نبدأ نسيب مسافة عادة الكلمة ونبدأ الجملة بحرف capital. the farmer the job. يعني وظيفة المزارع والفلاح. he is important. او is very important. يعني مهمة جدا. he grows plants. هو بيزرع نباتات. he works in agricultural habitat. هو بيعمل في البيئة الزراعية. we eat fruit and vegetables. هم واحنا نحن نأكل في خواياكه وخضرات. the farmer the grows. الفلاح او المزارع بيزرع. food طعام. for us لنا to eat لنأكله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يا رب الفيديو يكون عاجب حضراتكم. الى لقاء فيديو اخر باذن الله تعالى. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.